أهلا بحضراتكم من جديد طيب كلنا بنتكلم في البداية وبدأة الحلقة على مباراة العودة مع الترجي بإذن الله يوم الجمعة الجاية في استاد القاهرة الدولي المباراة بالمناسبة هيدرها طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الموريتاني ده حان يبدأ وإن شاء الله بإذن الله يمكن طاقم التحكيم المباراة بالنسبة لها تكون مباراة يعني من الصعبة نتيجة لقاء الزهاب ممكن تكون بتسهل تفاصيل كتيرة على طاقم تحكيم اللقاء ولكن بالنسبة للأهلي بأكد تاني وفي كل مناسبة أطلع أتكلم على فكرة أن الأهلي آه على الورق ضمن بالنسبة كبيرة التأهل ولكن في الملعب لا لسه لسه في تفاصيل كتيرة والكورة دايما معودانة على مفاجآت بتحصل في أي وقت يعني انت آه كسبان 3-0 صعب الأهلي على أرضه يخسر 3 أو يتغلب 4 وبالتالي الجهاز الفني بيتعامل مع لقاء العودة لأن المباراة لسه نتيجة فيها سلبية 0-0 في تونس لذلك الكلام على فكرة أن الأهلي هيتعامل إزاي مع مباراة العودة فيها تفاصيل كتيرة الناس بتتكلم من مباراة على أن في حمد فتح عنده انذارين وبالتالي منطقيا أن يكون فيه راحة للعب ما يشاركش في المباراة عشان يتفادى الانذار التالت وبالتالي ما يغيبش إن شاء الله عن المباراة النهائية في حال التأهل الناس النهاردة بتتكلم على لعيبة عندها انذار وفي مواقع كتبت أن فيه لعيبة عندها انذارين الكلام الكتير في مسألة الانذارات ده أكيد الجهاز الفني والجهاز الإداري عارف هيشتغل إزاي بس أنا عارف إن إحنا في مصر بنحب نركز قوي في أدق التفاصيل فآه فكرة حمد فتح أوكي ماشي مش هنختلف عليها أكيد الجهاز الفني هيفضل إن حمد يريح الماتش ده ممكن عشان ما الانذار ما يكونش سبب في الغياب عن المباراة النهائية في حال التأهل وفي نفس الوقت برضو هتبع الآن في المباراة النهائية ما أنت برضو لقاء الزهاب لقدر له أي انذار أكيد ممكن يمنع من المشاركة في لقاء الاياب في اللقاء الختامي ونهائي دورة أبطال إفريقيا فقصة الانذارات بدون شرح وتفاصيل كتير الجهاز الإداري والجهاز الفني عارف هيعمل إيه هل ممكن الأهل يلعب بنفس التشكيل أو يغير؟ كل ده لسه مش في أوانه فريه لسه راجع أول مبارح مبارح والنهاردة أجازة بكرة إن شاء الله هيبدأ الاستعداد لمباراة للترجي وكلنا عارفين أن ما بين لقاء الزهاب ولقاء العودة ما فيش أي مباراة رسمية محلية طبقا للليحة فبالتالي الأهل عنده مساحة زمنية كويسة جدا وكافية جدا للاستعداد للقاء العودة